بالتشكيل لمصدحة فريق الفيصلي بعد هده الأجمع عن طريق اللعب بالعاكش العاكش والفرصة الفيصلاوية الخطيرة جدا والهدف الأول في صلاوي جول من الشنيني الولد الرامثاوي يسجل في شباك الرامثا من الشنيني يسجل هدف الأسبقية لمصدحة فريق الفيصلي في الدقيقة السبع واربعين في وقت الحكي الحديث والكلام عن هدف مبكر في الشوط الثاني قد يغير مجرى المباراة يظهر لنا اللاعب الشاب الواعد أمين الشناني بمهارة كبيرة جدا داخل منطقة الجزاء يراوغ الأول يعدي في كرة رائعة ثم يسدد في الزاوية اليمنى في مكان محكم صعب جدا على حارس المرمى دخل بطريقة رائعة لمنطقة الجزاء واتخذ قرار رائع في الزاوية اليمنى في التوقيت المناسب يحط أمين الشناني جول في صلاوي جول للزعيم عن طريق اللاعب أمين الشناني في توقيت مهم جدا في انطلاقة الشوط الثاني قد يستفز ويكون هدف يشجع ويزيد من أداء فريق الرامثا في المقابل لما لا وقت فريق الرامثا بترجع خطيرة جدا الثاني ممكن والثاني الثاني الثاني جول 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 ثاني في صلاوي العطار كحلها العطار كحلها بالعدف الثاني الفيصل يتقدم بهدفين مقابل لشيء ويؤكد على انتصاره في هذه المباراة وعلى حسابات النقاط وأول فوز في المجموعة وبالتالي على الورق نسبيا الفيصل سيكون في النصف النهائي العطار كما سجل في نهاية الدرع قبل أيام يعود ويسجد والعارضة هي اللي اختارت مجد العطار خدوا بالكم هذه الكورة رائعة خسرها فريق الرامثا في مكان خطير جدا تحولت فيصل ويهي هجمة رائعة هنا خسارة الكورة هي القصة الأولى والأخطر ثم لعدش يحطه في القائم اختار القائم أن يهد العطار الهدف الثاني في اللقاء بعد صناعة رائعة عن طريق اللعب ورد البري إذن مجد العطار يضيف ثاني أهداف الفيصل الزعيم في هذه المباراة على حساب الرامثا اثنين صفر لمصلحات الفريق الفيصل اذا هدفين الرامثا